اشتركوا في القناة وهي احدى مدن الشمال وتجمع بين التاريخ والجمال والاصالة والعراقة وصارت قبلة للفلسطينيين اللي يزورونها من كل مكان عشان يقضون اوقات ممتعة ويأهاليهم لما تحتوي من مناظر خلابة ونشاطات ممتعة اشتركوا بالقناة وادعمونا باللايك الى مدينة يديدة من مدن الداخل المحتل مدينة اسمها عكا يعني شفتها في الصور انا في الفيديوهات ما عرف عنها اي شي ابغى اصير اتعرف عليها واعرفكم عليها مدينة يقولون عليها جميلة جدا رائعة راقية انا بنطلق الان من مدينة اللد لان عكا تقريبا بالقطار ساعتين وسمعت ان القطارات عندهم نظام القطارات نظام مرتب ومنظم جدا في الداخل المحتل تعالوا نتعرف كيف حياة في الداخل المحتل هنا كيف المعيشة كيف المواصلات كيف مدينة عكا؟ تعالوا اينا لا طيب كيف تصورها؟ لا ما اصورها حدا يصورك؟ كيف الفلافل؟ قول لا تصور تعال 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 السلام عليكم وقبل انطلق للمدينة حذرني الكثير من الناس وقالوا لي اني انتبه لان العكاوين عصبيين وهذا خلاني اروح عكا وانا متوتر فشو صحت هالكلام؟ بصراحة انا يعني الى الان شايف اغلبية عربية ساحقة يعني اشوف محجبات فلسطينيين فلسطينيات الى الان هذا شي بشر بالخير معناها البلد القديمة شكلها بلد عربية طبعا باحتلال لكن مع ذلك يعني هم موجودين بشكلهم فبنشوف يلا انا جاي اليوم اعرف العالم على عكا كيفكم ها؟ لا انا من الصومال نعم حي الله وين نحن الحين؟ بلد القديمة هذي؟ عكا الحضارة نعم عكا الصمود عكا والنعم ما شاء الله بس انا شايف اغلبية عربية يعني هذي؟ اغلب عرب ها؟ بس هذي يهودي بس نص عربي عودي بلا مشترجيم نعم 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 هل في شي يتميزوا فيه اهل عكا؟ عموم هل في شي تتميزوا فيه؟ والنعم المحبة ايوه؟ بسبب استقبال الزائر فيه اكل معينة؟ في عكا مشهورة؟ عكا شوز غير السرق شو يطلع من البحر اه جميل خلاص ان شاء الله عكا فش جميل خلاص انا انا تعرف على البلد القديم اليوم ان شاء الله اشرفنا بعرفتكم شباب الطيب والله ان شاء الله ان شاء الله اشذركوا ان شاء الله شكرا جزيلا. منطقة هذه فيها محلات وفيها سكان. انتم سكنين هنا او لا؟ اه فيها طبعا. فيه محلات مثلا. ومن فوق فيه كمان محلات سكانة. حكا انها اتعمرت ثلاث مرات. يعني فيها ثلاث طوابق. اه لحقا غاية الان انت بتنزل اذا تروح على الغربي تنزل ثلاث طوابق. عجيب. اه تحت الارب. تحت فيه. جميل. وهذه البيوت كلها عرب ولا فيه بعد. لا كلها عرب. هنا في عكة القديمة كلها عرب. اه ها كله عرب. والله جميل والله. مستمع شي يدعو للفخر والله. الحمد لله. انا وصلت بين اخواني العرب والفلسطينيين. يلا شكرا اخي عمي. يلا السلام عليكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. الحمد لله. يلا نكمل جولتنا الجميلة. يا عكة بداية حلوة. انا الحمد لله انا بدي ستبشر بالخير يا رب. ما شاء الله يعني. انا قبل ايهني الناس قالوا لي لا تروح عكة لان العكاوية معصبين وعصبيين وكذا يعني. بس اللي لاحظت الان النظرة الاولى والانطباع الاول انطباع جميل. اهل عكة لاحظ فين ما يفرق عنهم عن اي شخص فلسطيني تاني قابلته. يا اما في الداخل يا اما في الضفة في اي مكان ثاني. مثلهم الفلسطينيين وينما رحت تشوفوا نفس الطبع يرحب فيك يسال عنك اذا محتاج شيء ما شاء الله. الى الان يعني. اقول ما اقول لحد رايح عكة يقولو لي انتبه ناسهم معصبيين. ناس كويسين. بس الطباع الاول عادي يهل ناس مرحبين. هل ناس مرحبين كأي فلسطيني كل الناس. والله انتم احنا نارف. هما عشان عندهم ضغط الاعياد بكل الملاحز. انا يتعصفون. الان ما شوف ان شاء الله ما نشوف لا لا ان شاء الله ما شوف سلو ترونها في قاتل فضل معك شوف 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 كل ما تشوف حاج يقولك تفضل كل ما تشوف حاج يعني نكرم فلسطين شكرا اياك ان شاء الله امره عليك بحدي وهني التقيت بالاخ احمد وما اجمله من لقاء عرض علي احمد انه ياخذني بجولة في عكا ويعرفني عليها وترك شغله وكل شيء نورة عكا ونور فلسطين نور فلسطين في بلدا مش عبكم الطيل من السومال حجي سلام عليكم كيف حالك ما شاء الله محل الليل السلطان احنا هنا انه اربعين سنين تعرف هكذا تحربي هذا قصر بس العائلات اه اه ما شاء الله اه ما شاء الله هذا لا في تترمز لحق العرب ايوة ايوة محلية عاكم حافظة على طبيعها العربية اه ما شاء الله ايوة ما شاء الله عليكم ما شاء الله اخي ما شاء الله اخي الله يحفظ لكم لكان والله بداية حلوة بداية حلوة جدا فيه اخي التقيت فيه هنيمي المطعم هذا انا طيب قال لي ها اروح اعرفك على المسجد واسويلك والله لا لا تسمعون اي كلام حد يقول لكم من العكاوية حد يسوي لكم ماذا شو هذه ها انطباع اولي جميل جدا عن شعب حكا يعني انا اول ما دخلت كده شخصين ثلاثة اشخاص خلاص غيروا رايي ونظرتين اه طلعوا مثل اي فلسطيني باي مكان ثاني الشمال الجنوب كلهم واحد ماشاء الله سلام عليكم كيف حالك طيب ماشاء الله ماشاء الله سلام عليكم كيف حالك اول رابتر عربي في البلاد فلسطين اه رابر اول رابتر عربي اول رابتر بيغني رابر معقول صابقا اه اه عجيب بطل اه اه اتشربنا فيك اخي كل عام تبخير حبيبي قلني والله شكرا جزيلا يلا تعال 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 اه ارجعلك بيطلع الجامع منرجع خلينا ارجعلك اه 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 اتشرب فيكم والله ارجعلك ها يلا شكرا هذا اكبر ثالث مسجد في فلسطين اه شو اسمه مرة ثانية مسجد الجزار مسجد الجزار جزار ما شاء الله اقتراحة اجواء البلد القديمة العتيقة في عكا اجواء رائعة جدا وانا يعني افتخر دايما لما التقي بشخص عربي فلسطيني يعني ايه الحمد لله ايوه هذا كان خزان مي اه خلاص ما بشتغل هلا ايوه كان خزان مي اه اه خلاص ما بشتغل هلا ما شاء الله جميل جدا والله في ساعة شمسية موجودة المسجد هذا عتيق جدا وما شاء الله اه هذه الساعة الشمسية اه هذه الساعة زمان كان يعرف توقيف الصلاة امم لساعة الشمسية الموجودة عجيف ما شاء الله جميل جدا يعني مدام المسجد بعد المحافظة على تاريخه ومقامه ومكانته الحمد لله شي جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله من عكا من عكا من اي منطقة من عكا العتيقة أنت من هنا من فلسطين أه من عكا العتيقة هنا يعني فلسطين ساكن هنا انا ساكنون ما شاء الله حارة العبيد حارة العبيد حارة العبيد هه انتو كلكم سمر في سمر وفي ها اه والنعم أه 60 حمامات كانت معروفة للصليبيين أيوة الروماني لغة غريبة نعم لغة غريبة هي الرومانية وفي وسط البلدة القديمة توجد الحمامات التركية اللي صار لها آلاف السنين وكان استخدمها أثرياء المدينة في زمن العثمانيين هذا الصور أيامات الحروبات هذا الصور الوحيد اللي كانت عكوا عشان يفصل منه مقصور هذا الصور نقول للدرر إذا شايف فيه فتحات فوق هذول فتحاتنا للمقاطرين طلقات كذا الصور عكة المعروف بلهاي صور ما دخل حروبات هذا ما دخل هذا الحين القلعة الصليبية القلعة الصليبية طائق كمان تعرف عجيب وسجن عكة مدخل من هنا من هنا كمان جميل تم بناء سجن عكة من قبل أحمد باشا الجزار واستخدم زمن الانتداب البريطاني كسجن مركزي وكانت تتم إحكام الإعدام على الفلسطينيين المقاومين للاستعمار البريطاني في هذا السجن واستخدم بعد ذلك كسجن للأمراض العقلية هنا تسكن عائلات عربية وين؟ هناك ايوه هذه بيوت داخل الوين الأزرق وهذه المقام للبهائيين ايوه بهائيين كل شوية يطلع لي مذهب جديد ايوه هذا السجن عكة سجن عكة احنا خريف الحمس ايوه جميل طبعا هذا زمان الممر هذا ما كان يعني شديد ايوه واضح نعم شي مثير جدا اني انا اليوم ادخل سجن عكة اللي صار متحف الله اوه اوف 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 عجيب عادي نلمسهم ولا اوف 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 شوف شو كان رابسين يا الله يا الله ايوه ايوه غرف يمكن ايوه يمكن ايوه ما شاء الله بالضبط عكة من اجمل المدن مش بس على المستوى الفلسطيني ولا على المستوى العالمي نعم اتفق اللي ما يعرف عكة يعني ما شاف شي كل محدة ما شاف عكا مجبور يجي يزورها. عكا من اجمل مدن الفلسطينية. ما شاء الله عليك شوف. هذه الساحة شكلها ساحة السجناء. سجن عكا. يو والله. والمسجد مواضح هناك موجود. شو. هذا يا الله. ربطين ملابس بعض وحاطين. كان صار فرشة. آآ شوف السجين كيف مانا هايش بس. رابط ملابس بعض. سواها بفرشة. شوف الفراش كيف صاير. شي عجيب. دخلنا نفق. نفق. نخلنا نفق اللي كان يستعمله قديما. آآ. الجيش عكا للحروبات. آآ. آآ. هذا نفق للعسكر كان. يا الله. لاتفاع للمدينة. ايو. يا سبحان الله. شوفوا النفق كيف. هذا نفق مقبض نمشي فيه. مم. على سبيجي نفق اللي هو راح يكون اوفق. مم. مو خفض اخضر. اوف. 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 مكان مو خفض اخضر. اه. يا الله. هجيب. شوف يا جماعة. انفق هذي كان تستخدم لحماية المدينة. نحن تحت تحت الارض. في مدينة عكا. كل حجر وكل زاوية في هذه المدينة يحمل تاريخ اخوياه. وهذا هو سور عكا. آآ هذا السور شوفوا. سور عالي جدا جدا جدا. وطل على البحر. سور يعني يحيط بالمدينة نص مدينة تقريبا. منظرة جميل جدا. والله يا ريتني اقدر اطير الدرون وياي الدرون بس مو متأكد. والحين انا حس كأنه يعت شوي. فش رح يكون غدانة. اه هذا المكان مشهور ولا ليش ليش هيك زحمة. هذا مشهور هذا اكبر مطنع فلافل بعكا. آآ فلافل. فلافل. روح دوء وجربه. اي بس يعني فلافل فلسطين حلوة. انا ما افرق. بس شو الفرق في هذا الفلافل فيها شي خاص. فيها شي خاص يعني. طعمها مختلف. اه مختلف. اه مختلف. اه. اتشرفنا. والله صورهم. اتشرف. اتحكي يوم ما اتحكي. اه. عاصي عاصي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا حسان عبود. الله يحفظكم يا رب. ما شو قصة هالمكان ما نعلم. اسمها فلافل عرفة. الكل يجي وفي زحمة. خلنا شوف نتشف هل الطعم مختلف لا. كيف كيف الفلافل? حلوة? عادة صورك? عادة صورك? كيف الفلافل? قل. كم سنة صار لهالمحل? ستين سنة? ما شاء الله. فلافل كل مكان. بس ما قدر افرق يعني. لا لا ما تفرق. هنا هو متفرق. ها. ها. هنا الريح عبود. اه. 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 السر بالطلطة. ايوه. ايوه. نبس. نبس طيب. انت تحب أكلتها قبل؟ طيب. طيبة ها؟ طيب. يعني. تنصح فيها. طيب جدا. تمام. الله. فلافل عكم معروفة في الفلافل. هذا التوب. هذا التوب والباقة كله في تيشوب. عجيل. مشهور عندهم الفلافل. ايوه ايوه ايوه. ايوه ايوه. حط حط. صور ابني صور ابني. لاحظة. الله. شوف فادر احاوي. جربه جربه. زل متين. صور صور هادر احاوي. لاحظة خليه صور الاكل. ما شاء الله. انتو عائلة كاملة جايين من القدس. نجح. تتفسحوا. هذا كله احفادي. لا انت ما شاء الله عليك. الله يطول. الله يطول في عمرك جده. الناس عادي بس كل الناس الخوفين. لانه في ايامات بصير مشاكل. اه. الله. عليك كيف. اه. بتصير يعني. بس اه. فيش دغوطات هنا. اليوم تمام. اما بايام الايد. اه. 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 في مشاكل. اه. كله تمام. ايوه. اليوم ما في عيد. اليوم العالم اخاف. لا لا. شكرا. اه والله شكرا جزيلا. انا الحين اروح اشتدي. طبعا يبنا الفلافل او. خذينا الفلافل لانه شفتوا انتم. شعب الفلسطيني. ما تقدر تشتري جنبه الى انت. اجنبي وعربي. تعرفون انت الحركات الشعب الفلسطيني يسويها ويانا كل مرة. الفلسطيني متضوق جدا على فكرة. ما الله سلام. وهذه احمد. رحت اشحن الشاحن. رحت اشحن بطارية الكاميرا. على طول شافني وياي الفلافل. اخذ. يا فلسطينيين كباية يا فلسطينيين. الفلافل والله عالمية. عما بديت ادخل في الضعم الحين. شي عالمي. يا الله. شو. الله. نحن نحن وقت الغداء طبعا. تخيلوا وقت غداء. وانا اكل فلافل وقت غداء. انا ما كنت تتخيل عمري اني باكل فلافل وقت الغداء. وبعد الاكل وصلت الى احلى منطقة في عكا. يسمونها المينة. او مثل ما نسميها الكورنيش. مكان تشوف فيه كل شيء يتعلق بالمتعة. هاي المنطقة اللي هي منطقة المينة. اه. لها كل السفن. للمطاعم. البلد القديمي. اه. وانا عكا الاجواء غير. جميلة. ايه والله. بس تحس حالك الدنيا تاني. اه. شو بتوفروا انتو هلأ? احنا هون حيننا سفينة بطيئة وعننا سفينة سريعة. اه. الناس اللي بتحب تركاب تنبس السفينة سريعة. اه. طيب. طيب. ادي مش مشكلة. اه. رحلى جولي. حبيب قلبي والله. احساب كل السفن هون. حبيب قلبي شكرا. وهذه كانت اللحظة اللي رح عندم عليها بعدين. بتشوفون ليش بعد شوية. اياني هون. يلا. ايو نطلع. نطلع بهذا هه. المترجم للقناة 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 نظيف وقلبه صافي وأخلاقه جميلة وحبه للضيف لا يقارن بأي حب ثاني فأي دولة ثانية ما بتشوفونها